مدارس الطالب الذكية القرآن حياتنا نحو جيل إسلامي أمثل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أصدقاء الصغار؟ جاء رمضان شهر الرحمة والغفراء شهر الخير والبركة أهلا بك يا رمضان نتابع معكم في مادة اللغة العربية للصف الأول واليوم سنتعرف على مهارة الاستماع أصدقاء الصغار إن مهارة الاستماع هي عبارة عن نص يتم قراءته من قبل المعلمة ويمسط التلاميذ جيدا للنص والقراءة ثم يقوم التلاميذ بالتعاون مع المعلمة بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بالنص هيا لنرى هذا المثال هيا لنحظر نفسنا للاستماع سأبدأ بالقراءة الآن افعل خيرا خرج زيد من المدرسة فرأى بعض قطع الزجاج المكسور تملأ الطريقة خاف زيد أن يجرح الزجاج بعض الناس أو بعض الأطفال الصغار فأخرج كيسا من حقيبته وأخذ يجمع فيه الزجاج المكسور قطع حمل الكيسا وفيه الزجاج المكسور وسار إلى أن وجد صندوق القمامة فرم الكيسا فيه وعاد إلى بيته وهو يحمد الله الذي ساعده على منع الأذى عن الناس إذن يا أصدقائي هذا هو نصنا هيا لنقرأ الأسئلة السؤال الأول ما هو عنوان النص؟ هيا لنتذكر ما هو عنوان النص؟ أحسنتم إن عنوان النص هو افعل خيرا السؤال الثاني ماذا فعل زيد عندما رأى قطع الزجاج على الأرض؟ ماذا فعل؟ هيا لنفكر هل تذكرتم ماذا فعل؟ إجابة صحيحة أخرج كيسا من حقيبته وبدأ يجمع الزجاج السؤال الثالث لماذا جمع زيد الزجاج في كيسا؟ لماذا جمع زيد الزجاج في كيسا؟ من يخبرني بالإجابة؟ أحسنتم حتى لا يجرح الزجاج 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 آخرين أنتم رائعون السؤال الرابع هل أعجبك موقف زيد؟ ولماذا؟ أخبروني برأيكم هيا أما رأيي أنا فهو نعم أعجبني لأن فعل الخير يكسبنا ثوابا عند الله سننتقل الآن إلى مجموعة الأسئلة الثانية أختار العبارة الصحيحة فيما يلي مكان حدوث القصة هو الغابة، الطريق، البيت ما هو مكان حدوث القصة؟ إجابة صحيحة إنها الطريق حدثت القصة في الصباح الباكر، في المساء، بعد الظهر متى حدثت؟ هيا لنضع يدنا على الإجابة الصحيحة ممتاز إنها بعد الظهر الشخصية الأساسية هي زيد المدرسة الزجاج ما هي الشخصية الأساسية؟ إن الشخصية الأساسية هي زيد الآن حان وقت الواجب أستمع للنص الآتي ثم أجيب سأقرأ النص أولا الورد الورد جميل منظر ورائحته طيبة وورقه طري وناعم كالحرير وعوده أخضر رفيع فيه شوك كالإبر ألوانه مختلفة فمنه الأحمر والأبيض والأصفر ونحن نستعمل الورد للزينة ونصنع منه العطرة ونعمل منه الشرابة والمربة اللذيذة فالورد جميل ومفيد إذن يا أصدقائي هذا هو النص والأسئلة هي السؤال الأول أكتب عنوانا آخر للنص السؤال الثاني أعدد ألوان الورود السؤال الثالث أذكر استخدامات الورد والسؤال الرابع ما هو لون الورد المفضل لك إلى هنا أكون قد أنهيت الدرس معكم إلى اللقاء ونلتقي في الدرس القادم أعدم؟ 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 أعدم؟